من جانبه دعا مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الامريكية دونالد ترامب قبل يوم من الجتماعي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يامين نتنياهو دعا إلى نهاية سريعة لحرب اسرائيل مع حركة حماس واستعادة الرائن وضاف ترامب أن اسرائيل ينبغي أن تحسن إدارة علاقتها العامة وانتقد الرئيس السابق في مقابلة مع شبكة فاكستيوز انتقد من احتجوا على الكلمة التي ألقاها نتنياهو أمام الكونغرس مطالبا بمعاقبة من يدنس العالم الأمريكي بالسجن لمدة عام